كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن جاء ذلك بعد إعلان الوكالة عن نجاح التليسكوب جيمس ويب وهو أكبر تليسكوب صنعه الإنسان في التقاط صور دقيقة للكون بعد ستة أشهر من إطلاق جيمس ويب أقوى تليسكوب فضائي على الإطلاق نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعمق صورة للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء الصور التي أظهرتها عدسة التليسكوب الفضائي كانت عبارة عن آلاف المجرات التي تشكلت بعد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار عام وفي حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باقورة حصاد التليسكوب الفضائي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذه الصورة العلمية والملونة هي الأولى من نوعها وتمثل يوما تاريخيا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قالت إن هذه الصور هي الأكثر عمقا والأكثر وضوحا التي تلتقط للكون حتى اليوم وإن المنطقة التي تغطيها الصورة تشمل جزءا ضئيلا من الكون ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء لكن التليسكوب جيمس ويب مجهز بتقنيات تمكنه من ذلك